السلام عليكم البنات ومرحبا بكم عندي في القناة نتمنى تكونوا بي خير وعلى خير ان شاء الله اليوم البنات فيديو جديد جبت لكم حلوة الماكينة كما تشوفوا البنات تجي لها تشكل هذا تجي فتية وكتجي زوينة كما تشوفوا تجي محمرة تمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم نقسم معكم واحد الحبة تشوفوا كيفش تجي من الداخل كما تشوفوا البنات تجي لها تشكل هذا تجي فتية وزوينة وهشيشة بنسبة الوزتاء تجي زوينة هاد الحليوة تمنى البنات تجربوها هادي ندوز معكم المقادير بالنسبة المقادير البنات عندي جوش كيسان ديال سكر حبيبات مع بورين بكس العنبه عندي جوش كيسان ديال الزيت مع بورين بكس العنبه عندي ستا ديال البيضات يكونوا كبار عندي واحد سكر ضاني عندي اربعة ديال الخمارات حمر عندي قبيسة نتاع الملح عندي دقيق على حسب الخاليط جبت هنا واحد القصرية البنات درت بها دوكسطة ديال البيضات استعليهم واحد القبيسة نتاع الملح عندي نزيد داك سكر فاني وغادي نزيد جوش كيسان ديال سكر حبيبات مع بور بكس العنبه عندي نخلط مزيان مزيان داك السكر مع البيض حتى يدوب ليا داك السكر وكيتخدم ليا داك البيض مع السكر مزيان مزيان شحال ما خلطوا هاد السكر مع البيض كجيكم هاد الحليوه زوينه غادي نتخلطوا كما شوفوا على هذا الشكل هادا نقوم بور 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 ليا داك الزوي عادي نزيد جوش كسان ديال الزيت وغادي نخلط مزيان مزيان دك الزيت حتى يدخل لي مع السكر ومع البيض. هتخدمه مزيان دك الزيت مع السكر والبيض. بعدما دخل لي يا دك الزيت مع السكر والبيض غادي نزيد دقيق وبالنسبة لدقيقة اللي بناس يكون مغربل وتكون نوعية جيدة غادي نزيد ربعات الخمارات حمر وغادي نزيد دقيق وغادي نخلط عادي نخلط مزيان مزيان دك الربعات الخمارات مع الدقيق حتى تجمل لي العجينة ديالي كما كتشوفوا لها تشكل هذا. نزيد دقيق وكن نجمع العجينة ديالي. قد خلطوا العجينة لها تشكل هذا حتى تدخلكم دقيق مع العجينة. هادي نزيد دقيق وغادي نخلط العجينة ديالي حتى تجمع. كتجيني لها تشكل هذا. كتجي مرخوفة بزاف كتجي تلصق في اليد شحلمجتها كمرخوفة كتجي الحليوة شيشة وزوينة. جبت هنا البنات هاد الماكينة درت فيها العجينة ديالي. وجبت هنا واحد اللاطا اللي غادي ندير فيها الحلوة. اللي غادي ندخلها للفورن. هادي ندير يدي في الدقيق وكن دير وكن نخرج الحليوة ديالي باش ما تلصق ليش في يديل حقاش هاد العجينة. راها جارية بزاف. وشحال ما خلطوا العجينة جارية كتجيكم الحليوة زوينة وفتية. بالنسبة لهاد الماكينة البنات اللي كنستعملوها لكعكل وجدي وكنستعملوها لحلوة الماكينة. هلها هاد الشكل كما كتشوفو كتبقى وتخرجو ديالي العجينة. كتجيكم ساهلا. هلها هاد الشكل كتخرجوها وكتقطعو بالمقس. كتجي زوينة وساهلا. بعد ما كملت العجينة ديالي بدرتها هنا يا فلاطة. هادي انا راني مسخنا الفران من قبل. هادي ندخلها للفران. هادي نديرها الفوق في الفران. وننقس لها حتى تنتفخلية. وتحمل ليمع الجنب. وغادي نهودها لتحت باش تكمل الحمورة ديالها. بعد ما كملت الحليوة ديالي البنات. كتجي علها تشكل هادا. كتجي محمرة وزوينة كما كتشوفو. لف شكل ديالها ولف الماضاق كتجي زوينة. نتمنى تجربوها. كما كتشوفو. كتجي زوينة. هادي دوازاتي. نتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم. ونتمنى الى فيديو القديم. اسلام عليكم. اشتركوا في القناة.